بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا في حلقات اللي احنا بنتعامل معه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحس كده ان احنا بنقرب من حضرته صلى الله عليه وسلم وبنحس ان هو بيأخذ بأيدينا عشان يورينا عالم تاني في الحياة بجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يورينا جمال كده في الحياة ما كناش شايفينه جمال كده فيه ما يتعلق بالاجتماع وما يتعلق بالنفس وما يتعلق حتى بالإدارة ما يتعلق بحياتنا بمستقبلنا بأمانينا بأحلامنا كمان بأفكارنا وكمان بعلاقتنا ببعض وعشان كده احنا اخترنا ان احنا لما نجي نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ننبس نندارة الحضارة ننبس نندارة الوسع ده المعنى اللي انا بحبه اول ما تتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس بالاتساع تحس بالسعة تحس بالكرم ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان معنى من معاني هبة الله لنا بالكرم احنا بدأنا نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ورد عن سيدنا أبو هريرة واللي ورد في صحيح مسلم اللي هو حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي برحرام فأنا يستجاب له وكلمنا عن هذا الحديث وقلنا إن إن الطيب ده الطيب ده بيكون في كل حاجة ما بيكونش بس في الأكل بيكون في كل حاجة وده اللي أشار إليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده الحلقة دي بتكون حلقة التطبيق بنحاول نطبق ده في حياتنا وعشان كده إحنا معانا اتنين من أحبابي واثنين من تلمزتي اللي بيحبهم لأنهم في الحقيقة بيحاولوا يبحثوا عن الطيب في كل مناحي حياتهم عن نتكلم معهم إزاي نقدر نطيب هذا إزاي نقدر نطبق هذا الحديث في حياتهم معايا الدكتورة هودا أنور ومعايا الأستاذ عبد الحميد مرزوق أستاذ دكتورة هودا إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا سيبي؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله يفضلون نعم أستاذ عبد الحميد إزاي حضرتك؟ السلام عليكم إزاي حكاة أستاذ عمر ربنا يطيبكم دايما خلونا نبتدي مع الدكتورة هودا دكتورة هودا إزاي بتقدر تطبق حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة في مجال عملك؟ يعني هو بينقسم لجزئين يا سيبي جزء فيه لي علاقة بدعم الطلبة وهو بعث الأمل لأنه تاني كده معلش؟ وكأنك حضرتك خليتي إن عناصر وتجلي من تجليات الطيب إن أنت تبث الأمل في نفوس الطلاب صحيح أنا في أنت كده صح؟ دي الحقيقة يا سيبي دي الحقيقة طيب فيه إيه 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 إعلاقة إيه إعلاقة الأمل بالطيب؟ طيب ان احنا نبتدي نشتغل على الجاي وان احنا بقى عندنا امل في الله سبحانه وتعالى وان شاء الله يكون عملنا البسيط مقبول لان الله طيب لا يقبله الا طيبه يبقى احنا نطيب ظننا في الله ونجتهد فان الله سبحانه وتعالى سيتجلى علينا بان احنا نكون من اهل الفوز ده كلام مهم جدا جدا ده مدخل كديد في تحفيز الطلاب للمذاكرة وكمان ده مدخل المهم عندي ان هو مدخل بيشيل الضغوط من على الطلاب في اثناء المذاكرة وخاصة في اصعب وقت ووقت ايه وقت الامتحانات ده كلام جميل جدا ومدخل لطيف ورائع ان الله طيب ولا يقبل الا طيبه خليك انت بتعمل حاجة طيبة عشان ربنا يتقبلها خلينا يا دكتورة انتقل لسيد عبد الحميد سيد عبد الحميد ازاي بتطبق هذا الحديث في عملك وانت بتعمل في التكنولوجيا بتعمل في كثير من المواقع ووسائل التواصف والله يا سيدي يعني هو الطيب هو الجميل يعني الجمال ده سنت ربنا في الحياة الجمال ده حاجة موجودة حوالينا الانسان بطبعه بيبقى بيتشد للجمال فدي حاجة لو اطبعت على كل فئة من فئة الحياة حياتنا هتتغير بطريقة جزرية حتى في الشغل في الحياة من واحد لما ينظر لشيء يشوف فيه الطيب ويشوف فيه الجميل فبتلاقي ان حياة الشخص كلها تغيرت لما يعمل شيء يعمله هو عايز يطلع اجمل حاجة فيه فبنلاقي في شغلنا مثلا واحد لما يعمل حاجة وبعايز يطلع اجمل ما فيها لما يجي يديها للكلاينت بتاعه او الزبون بتاعه بيشوف الحاجة بيشوف الجمال فعلا اللي محبوط فيها بيبقى سعيد بالشغل اللي تعمل يعني الحاجة لازم يعني الحاجة لما بتعملها انا بشوفك بتقعد تدقى وتقعد تزبط الكاميرات بتاعك والحاجات اللي انت بتصور فيها ودة طويلة جدا كتير من الناس يزهقوا من التسطيب ده انت ايه اللي بيكون في نفسيتك وانت بتقعد تسطب الكاميرات وتعمل الكلام ده وتصور وتعمل وتعبر التعبير الصحيح عن المنتج بيكون في نفسك ايه انا بيكون في نفسي في فكرة الاحسان لانه هو في الاخر احنا بنا orbit بالاسباب وانحنا عايزين نطلع احسن ما عندنا وفي الاخر اللي بيتشوف ده رزق بقى هو ربنا هو اللي بيحل الحاجة في عيون الناس يا سيدي جلام حلو اوي اوي ان ربنا هو اللي بيحل الحاجة في عيون الناس لامتا ربنا بيحل الحاجة في عيون الناس لما أخذ بالأسباب أنا بأتعامل بالإحسان وأن أنا عايز أطلع أفضل ما عندي بنلاقي أن سبحان الله في حاجات يعني في حاجات ممكن الواحد هو بينفزها كده يقول دي ممكن ما تعجبش الناس بس أنا أعط فيها للمجهود وأعط فيها وهتعامل معها بالإحسان ونلاقي أن حاجة ضربت أو الناس بقيت حبها جدا والناس معجبها بيها جدا فهو ده شيء دارك جدا في شغلنا دكتورة هدى إيه النصيحة اللي تقوليها لحد ممكن يحس معاك يحس معاك وإنت بتتعامل معاك بإن أنت تتعامل به وإنت نظرة للطيب سبحانه وتعالى أو إزاي الناس تقدر تشوف الطيب سبحانه وتعالى عشان يبقى حياتهم طيبة أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق في كل حد بغض النظر هو شايف نفسه إزاي أو مدى الحاجة الوحشة له كممكن يكون عملها في حياته أو إن جانرل يعني ربنا خلق وأودع الإحسان والطيب في كل حاجة فينا فبالتالي هو بيبقى الواحد لو عارف أنه ينتبه إلى جمال اللي الله سبحانه وتعالى خلقه فيه أو خلقه في اللي حواليه هيعرف أنه هو غرقان في الجمال يا سنة أفعاله ولا إذا كان المحيط به فبالتالي هو يعرف يشوف الجمال في الناس هيعرف يشوف الطيب في الناس هيعرف يشوف حتى من جمال الأعذار وجمال الظروف اللي الناس فيها إزاي بتطلع أحسن ما فيهم حتى أحيانا ولو كان الظاهر مش أحسن حاجة ولكن دايماً بيكون فيه في الباطن من الجمال الكتير هذا هو محتاج أنه ينتبه وزي ما حدك دائماً بتعلمنا أنه يلمع نظرته يعني عشان يعرف يشوف إحنا فيه حاجات ما نقدرش نوصل للباطن بتاع غير لما نضغط عليها فلما نضغط عليها تطلع أحلى ما فيها حتى السمار الحلوة بتكون بعد تحت القشرة فأنتي عندي وكأنك بتشيري عندنا إلى قانون مهم جداً جداً أنه ما فيش حاجة ما فيهاش جمال لكن الإنسان الشاطر الإنسان اللي بيقدر يشوف الطيب سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يخرج من الناس أجمل ما فيهم مبدأ في غاية الروعة وتطبيق آيات واضحة عندك في التدريس للناس أن أي طالب أستطيع أن أنا أخرج منه جمال تعالوا بقى ننتقل إلى نصيحة الأستاذ عبد الحميد إيه نصحتك عشان الناس تعيش بهذا الحديث بهذا الحديث فيشوفوا الحياة مليانة بالطيب يعني أظن أن الواحد لما يشوف حاجة حتى لو يعني من وشها أو من خارجها ممكن تكون مش أجمل حاجة يبص بنظرة تانية ويتعمق فيها ويشوف فيها الجمال فيبقى كل حاجة بيبص عليها دايماً بيشوف فيها الجمال زي ما صدنا النبي معاودنا أن احنا دايماً مرى الجمال في أي شيء أنا مش عارف أشكركم إزاي دكتورة هودا أنور أنا شكر لحضرتك جداً جداً أن هذا الجمال وشكراً لك يا سيد عبد الحميد مرسوق جمالك كمان وإنت بتنصح الناس بأنهم دايماً يشوفوا الجمال عملاً بسنة رسول الله يا سادة إحنا لازم نفهم حاجة مهمة قوي إحنا عندنا شوية قواعد بتحكمنا وإحنا بنعيش بالحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة في حياتنا أول حاجة لازم نفهمها ويمكن الكلام ده هيبقى مواضح قوي بعد كلام الدكتورة هودا والسيد عبد الحميد إيه هو المسألة إيه؟ إن في الحقيقة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ده مش منع للناس من القبول ولكن فتح لباب الإقبال إيه بقى الكلام الكبير ده واحدة واحدة مش كلام كبير أقول لكم الكلام معناه إيه؟ يبقى ده مش فرز للقبول يعني إيه؟ يعني ربنا بيطرد اللي مش طيبين لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بده باب ليك للإقبال يعني أقول الكلام كده ربنا بيعطيك ويوسر ليك ويبين لك رسالة كده عشان تعرف تدخل على ربنا من أي باب يعني نفترض إن انت طيب استمر على إنك انت تبقى طيب نفترض إن انت حسن استمر على إنك انت حسن إن انت محسن استمر على إنك انت محسن بتتكلم مع الناس بالكلام الطيب استمر زي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا استمروا على إيمانكم طيب طيب انت لو كنت بقى على القبح بقى انت مش طيب إلي حاصل طيب أدخل إزاي إن الحسنات يذهبن السيئات يعني إيه؟ كن طيبا قانون الإزاح كن طيبا يمحو الله ما كان منك من كل قبيح مع أولى آية سيدي أولئك الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات إيه ده؟ يعني أنا لو عملت ودخلت على الله من باب الإحسان أو من باب الجمال أو من باب الطيابة الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتك الحسنات ليه؟ لأن الله طيب إلا يقبل إلا طيب دخلت من الباب دخلت من الباب الذي يحب الله وكان الحديث بيقولك إيه؟ إن الله طيب يحب الطيب فكن طيبا فكن طيبا ولذلك إحنا لازم نفهم ده بشكل صحيح أنا أقول لكم باعتبارا النهاردة المجلس النهاردة المجلس اللي ما بين إيدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مجلس بين إيدين مين؟ أبي الطيب صلى الله عليه وسلم اللي من ينطيابا واللي هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس قلبا وأطيب الناس ريحا وأطيب الناس شكلا وأطيب الناس جوهرا وأطيب الناس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس خلقا بي أبي أنت وأمي يا رسول الله إحنا وعدين ما بين إيدين حضرة النبي تعالوا نشوف إيه المجالات اللي ممكن يظهر فيها الطيب أول مجال المجال الأولاني أنت وربنا يعني ايه مجال ذاتك وازاي ذاتك دي تكون فيها بتعيش بيها بالطيب اول حاجة عشان تكون طيب في ذاتك كده عندك اربع حاجات لازم تعملوا عشان تبقى طيب خليك سهل سهل يعني ايه خليك بسيط بلاش التفكير المعقد لو فكرت تفكير معقد انت مش طيب فكر بتفكير بسيط يعني ايه ما تدورش في خبايا الناس ما تنقبش في صدور الناس خليك لين لين يعني ايه يعني لو حد قالك ان فيه خير هنا وانت تيقنت اللي فيه خير يلا توكر على الله ادخل في هذا الباب من باب الطيب اللين باب طيب خليك مرن ما تبقاش كده جاف ولا صلب ولكن خليك لين لان اللين ده يعمل ايه انت مش من لين في ايد البشر انت لين في قدري ويادي مولاك لكي تصنع على عين فخليك لين خليك مرن خليك سهل وخليك لين وخليك كمان ايه هين هين يعني ايه بلاش العمتز الله يسترك لو هتتعمتز وهتتكبر على الناس مش هتكون طيب الحاجة الرابعة خليك نافع للناس خليك نافع ليك وللناس ومش هيحصل ده غير لما تترك ما لا يعنيك وتركز في ما يعنيك الى المجال التاني اللي انت ممكن تكون فيه طيب اسرتك خليك طيب ما بين اسرتك خليك طيب زي ما حضرت النبي ابو الطيب كان طيب عمل ايه حضرت النبي كان في مهنة اهلي خليك ايه خليك واحد زي اهل بيتك تحس باحساسهم وتحمل همهم وتشاركهم وتكلمهم وتقربهم وتحتضنهم وتقبلهم زي ما حضرت النبي ما يعمل كده يبقى انت كده طيب يبقى تاني مجال اهل بيتك وقال لحاجة داوم على تلات عبادات في بيتك داوم على التعبير عن حبك لأهل بيتك تاني حاجة داوم على مساندة أهل بيتك تالت حاجة داوم على الدعاء لأهل بيتك كده تبقى طيب الحاجة التالتة خليك طيب في العمل بلاش منافسة بلاش منافسة بمعنى ايه بلاش منافسة الصراع ولكن خليه مسابقة في الخيرات ان انت تعمل حاجة احسن ان انت تجود ان انت تحسن ان انت تكون من أهل الاحسان بس بلاش صراع عشان قلبك ما يتوجعش وحياتك ما يحصل لاش أي نوع من أنواع الخاصة أقول لك حاجة خليك طيب في الشغل عشان حياتك ما تتحولش للأسف إلى حياة دامية مليانة جراح مليانة أزى مليانة مؤامرات ببساطة خالص خليك طيب وينشغل بما يعنيك ويأتيك رزقك خليك طيب وما تحسس أن حد بيتحكم في رزقك ما فيش حد هيتحكم في رزقك حتى لو كان مؤذي ما حدش هيتحكم في رزقك خليك طيب وخلي عندك يقين في رزقك خليك طيب وما تبقاش منافس منافسة سيئة وخليك طيب خليك متعاون على البر والتقو وما لكش دعوة بالاسم والعدوان كده تبقى طيب في الشغل خليك طيب في العلاقات ما تبقاش أنت أناني في العلاقات ما تبقاش محورة العلاقة والناس كلها تتأذي خليك أنت دايما في العلاقات حاسس بالآخرين خليك في العلاقات كمان تبحث عن العلاقات المليانة قيم ابتعد عن العلاقات اللي ما فيهاش قيم ابتعد عن العلاقات اللي فيها تجاوزات ابتعد عن العلاقات المسمومة صدقني العلاقات دي ما فيهاش أمل وأنا قلت لكم قبل كده أن أي علاقة تدخلها وهي علاقة مش طيبة ومسمومة أنت تأذي نفسك وحياتك تكون فيها فساد عريض بعد كده المجال الرابع المجال الرابع كان خليك طيب في العلاقات المجال الخامس خليك طيب في المستقبل خليك عندك طموح وعندك أمل وعندك إقبال وعندك مبادرة كده تبقى أنت طيب ما فيش حاجة متأقليك ومخليك ما عندكش الهموم والغموم والأشياء اللي بتعجز الحاجة الأخيرة والستة خليك طيب في السعادة خلي أصغر حاجة تسعدك خليك بتسعد بالأشياء الصغيرة قبل الأشياء الكبيرة لو حصل كده يبقى أنت طيب عارف يقولك قلبه طيب أي حاجة صغيرة تسعده وعشان كده حضرت النبي كان سريع الفيء وكان دائما لابتسامة خليكم طيبين زي ما عملنا كده إن شاء الله رب نفتح عليكم ويبرك لكم ويجمع عليكم الخير من أطرافه يا رب جعلنا طيبين وجعلنا من المقبولين وافتح علينا أبواب الإقبال عليك في كل وقت وحين يا كريم بعد الفاصل نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي إحنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ومن خصص لها وقت زي الوقت اللي إحنا نكون معاه في المجلس اللي إحنا فيه دلوقتي وهو المجلس مجلس العلم والنور والبركة اللي إحنا نجاوب على أسئلتكم فيها السؤال اللي وصلنا بيقول إزاي حضرتك يا دكتور عمر الحمد لله في نعمة وبركة ويا رب جعلنا دايما في صحة وفحافية إن شاء الله يقول لي إل فرق ما بين القدر المعلق والقدر المبرم القدر المعلق ده اللي ورد فيه حديث رسول الله سلم إن الدعاء والقضاء يتعالجا فأيهما غلب كان الأمر له يعني فيه أشياء خلاص ده قدر مبرم وقضاء مبرم خلاص ما بيتغيرش ده ولكن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير الأشياء اللي انت بتروح تدعو فيها الله سبحانه وتعالى يجعل من لطفه ومن كرمه فيها تعليق يعني إيه تعليق إيه زا دعوت وكنت مخلص لله سبحانه وتعالى وأقبلت الله سبحانه وتعالى يعاملك بإيه بهذا الأمر فيغير الحال يظهر ده بقى في قولي صلى الله عليه وسلم وإن أراد أن يبرك له في رزقي وينسى له في أجله فليصل رحمه كل الحاجات اللي فيها بركة وكل الحاجات اللي فيها ساعة وكل الحاجات اللي فيها تغيير ده بيكون من فضل الله ورطفه والسر إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القدر فيه مبرم وفيه معلق لطفه سبحانه وتعالى عشان تبقى عارف دايما إن القدر اسمع بقى أنا دايما بقول تعريف القدر كده القدر ماذا كتاب وود الله غمس كتب بمداد من لطف الله فالقدر ده ده اللي مخبولنا ربنا من الألطاف اللي مخبولنا ربنا سبحانه وتعالى من الود ومن الجمال وعشان كده لازم نعرف ليه السر إن ربنا جعل فيه قدر غير مبرم فنسأل الله سبحانه وتعالى إن يجعل دائما لنا بركة وفتح وتوفيق إلى الدعاء وإلى الاستجابة وإلى الساعة وإلى النور وإلى البركة السؤال اللي بعد كده بيقول ممكن نعرف الشبكة من حق الخاطب ولا من مخطوبة بعد فسخ الخطبة إذا لازم نعرف الأول تكييف الشبكة إيه عشان نعرف بعد كده الحكم إيه الشبكة خلاص تكيفت يعني إيه تكيفها يعني إحنا بنبصلها إزاي من الناحية الفقهية بنبصلها من الناحية الفقهية على إن الشبكة جزء من الصداق جزء من المهر طيب والراجل بيقدمه ليه عشان يعبر عن جديته في طلب الزواج من هذه البنية الطيبة ذات الأخلاق الكريم فيروح دافع جزء من المهر كده اسمه الشبكة ويبقى الجزء ده لو هو داخل بيها خلاص ولو هو كتب عليها يبقى هي ديها نص الشبكة لو خلاص حصل الدخول يبقى خلاص الشبكة كلها بتاعتها يبقى الشبكة دي جزء من المهر طيب لما نحصل خطوبة يا برعن إيه الخطوبة هو وعد بالجواز إيه ده يعني مش أي حاجة في الجواز ولا ليه علاق ده وعد في الجواز طيب لما الوعد ده ما يتنفس ترجع الشبكة للي كان دفعها على أن هي مه يبقى عشان كده الشبكة ترجع للخاطب لو تم فسخ الخطبة لإني ما حصلش إيه ما حصلش توافق وما حصلش زواج لأن الزواج هو اللي بيخلي المرأة تستحق المهر سواء تم آآ تم العقدة عليها فتستحق النصف أو تم الدخول بيها فتستحق المهر كله طيب نعمل إيه بقى في السؤال ده ما تسألش هنا نعمل إيه بقى في البنات اللي بتتضرر من الخطبة ويحصل كده ترفع أمرها للقاضي عشان يقدر الضرر اللي حصل لها عشان يحصل تعويض عنه طيب إحنا مش عايزين كده إحنا تكلفنا ومعرفش إيه بتتراضي بقى إيه الضرر يزال الضرر اللي ترتب على أن واحد تكلف حاجة عشان الأمر ده وما كانش دي زنب فسخ الخطبة نراضي بعض عشان محدش يتضرر أما وإني لا خلاص إحنا من متنازعين نروح للقاضي في حد يقول والله أنا تضررت بسبب الخطبة دي عند القاضي لكن الأساس إن الشابكة من حق مين من حق الخاطب الأساس إن الشابكة من حق الخاطب إذا حصلت فسخ الخطبة لأن ده جزء من المعرزين ما إحنا كيفنا السؤال البعد كده بيقول السلام عليكم يا شيخ أنا حامل ودخل على الشهر السادس وعندي ابن عمره سنة ونص يبقى عندها ابن عنده سنة ونص هل يجوز في طامه دلوقتي ولا حرام طبعا في حاجات كتير الستات عندهم بعض الأشياء اللي هم في ذهنهم جاية جاية بتتكلم على إن إذا هي حملة خلاص لبن الرضاع بيتلوث أرجوكم بلاش المعلومات دي تاخدوها من بعض لازم تسألوا الأطباء وخاصة أطباء النساء والأطباء المتخصصين في فترات الرضاع والحمل فإذا الطبيب قال لك إن ده في ضرر على الطفل الرضيع آه افطمين ويبقى دوت من باب ارتكاب أخف الضررين لكن لو هو قال لك وإنت تتحملي لأن كمان بيجي الحمل بيجي معه شوية متاعب والرضاعة كمان مش زي ما الناس الرجالة طبعا الرجالة زينا كتير بيشعروا بإن الرضاع ده ده إيه ده ده ما فيش أي حاجة ده ساحتك بتبقى أحسن لا الرضاع فيه تعب وعشان كده وعشان كده إذا كنت أنت تعبانة ومش قادرة مع الحمل أو كان الطبيب قال لك إن فيه ضرر على ابنك الرضيع إن أنت تردعي وإنت حامل الفطام دوت بيبقى من باب ارتكاب أخف الضررين ويبقى ده جائز يبقى هو إذا كان ده في مصلحة الطفل أو كان في مصلحتك أنت يجوز الفطام وليس عليك إسم بالشرطين دولة السؤال اللي بعد كده الحل أنا محتاجة قرد ابني أبني بيت والقرد حرام والبنوك الإسلامية ما عنداش قروض الحل إيه؟ الحل إيه؟ أول حاجة بس عشان بس الأمور تكون واضحة أنت عايزة تبني بيت فمحتاجة مال عشان تبني البيت ده لما أتروح للبنك البنك اللي أتاخد منه المال اللي أنت تبني بيه البيت كأنه موّل بناء البيت يبقى حاجتين عندنا تلات حاجات إذا كنا بناخد الفلوس علشانها يبقى اسمهم تمويل لشراء سلعة لعمل خدمة لتمويل مشروع التلاتة دولة اسمهم تمويل أما وإنك أنت عايزة تبني بيت فدوت عشان خدمة البناء البناء ده خدمة فأنت مش قادرة تعمل الخدمة دي فجاه البنك وموّل الخدمة دي فيجوز أن أنت تاخد فلوس من البنوك اللي عندها هذا النوع من المال آه يجوز ويجوز لك أن أنت تاخد ده وبالمناسبة الأوراق أوراق بتاع أخذ هذا المال بيبقى موجود فيها الغرض الغرض موجود فاكتب الغرض أن أنت تبني بيت كده يبقى دوة اسمه تمويل الغرض ده تبقى اسمه إيه؟ اسمه تمويل ولذلك ده جائز ومفوش شيء أن أنت تاخد المال من أجل ماذا؟ من أجل تمويل بناء البيت وده جائز؟ آه جائز وده مش ربا؟ لا مش ربا لأن ده وتشكل من أشكال التمويل وإن شاء الله ربنا يبركلك ويديكي الخير والنور والبركة إن شاء الله السؤال السؤال اللي بعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ زوجتي لا تكلم أمي بسبب المشاكل العائلية ومش عارف أصلح ما بينها هي وإخواتي أعمل إيه؟ ده واضح إن المشكلة مش بس ما بينها وبين مين؟ المشكلة مش بينها وبين مين؟ بينها وبين؟ والدتك بس؟ ده بلا وبين أسرتك كلها إحنا عنعمل تلات إجراءات الإجراءة الأولانية إن أنت ببساطة خالص تمنع التواصل تمنع التواصل بينهم والحضور بينهم لمدة تصل إلى شهر فيوقف الكلام ده يوقف الكلام ده وتتواصل لبينهم ده تاني حاجة تبتدي مشروع لنقل أخبار حسن عن كل واحد فيهم تقول لهم والله اللي حصل ده حيلة حيلة لطيفة آه حيلة لطيفة حيلة دي جائزة؟ جائزة طبعا ودي من المواطن اللي نص عليها حاضة النبي إن أنت ممكن تعمل كده وتروح لولدتك تقول لك سبحان الله تخيالي يا والدتي الشهر اللي أنتوا بعدتوا عن بعض أو الشهرين أو التلاتة اللي أنتوا بعدوهم عن بعض هي بتقول لي والله أنا حاسة إن إيه ده وكأني غيبة عني والدتي والله بتقول ده والله أنا ما كنت شعرف إن أنا بحبها أو كده يا رب ربنا بس طيب قلبها عليها وتعرف إن أنا ما أحبها وتروح لولدتك ودي من عند والدتك تقول لها سبحان الله قالت إيه دي بتقول عليك دلوقتي أنا بحبها أوى عشان الكلام اللي أنت بتقوله عنها بتقول إن هي بترديك وبتقول إن هي بتحبك تصدق أنا حبتها يمكن ما كنتش واخدة بالي ويمكن ما أنا كنتش مركزة أوى عشان هي ما كانتش بيبانى عليها عشان هي عصبية بس الحمد لله بان عليها بقى الطيبة الكلام ده يبقى تاني حاجة لازم تعملها الطيب خطرهم من بعض وبكده تصلح ما بينهم تالت حاجة بقى إن أنت تتعلم بصلاح الحال وتتعلم بصلاح البين وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويكتب لهم الخير يا رب اكتب لنا الخير وإصلاح ذات البين على الدوام بعد الفاصل نكمل أسئلاتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا السؤال اللي بيسأل صاحبه بيقول السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته جوزي في خلاف بينه وبين أختي وحلف علي بالطلاق وحلف علي الطلاق مش تجيب حاجة لابنه لو جابت ما الحكم في ذلك قال علي الطلاق ما تجيب حاجة تخص ابني ولا حاجة خالص انت خليه تصل بنا عشان نبطل الكلام ونستهانة بالطلاق ده أول حاجة ما ينفعش نفتي في مسائل الطلاق وبكرر رخوانا اللي بيفتوا على الهوى رجاء أي سؤال بتسأله الست اوعوا تفتكروا كده ان احنا بنقلل من قيمة النساء ولا من قيم ولا ان هي مش زوجة ولا ان هي مش صادقة أبدا انت ما ينفعش تجاوب في مسألة الطلاق إلا للي تلفز بلفز الطلاق مش بس هي تقولك انا عارفة نيته كانت ايه ده نيته كانت التهديد لا نيته ان كان هو عايز يطلق لا هي حسة ان دي نيته لان هي ما دخلتش في قلبه وحتى هو لو قالها كده ممكن يكون بيكدها يا ما شوفنا بقى في مجالس الفتوى يبقى الحل هو ايه ان احنا محتاجين زوج حضرتك يتصل بينا عشان يقول لنا هو كان قصده ايه وان كان المسألة خفيفة ان شاء الله لان هو قال عليها الطلاق ده اذا كان هو قال الكلام اللي انت بتقولي هقول لكم حاجة تخيله في مجالس الطلاق تقول لي هو قال عليها الطلاق جاء جاء يقول له انت قلت ايه يقول لي انا قلت له تكوني طالق لو عملت كده فقول لها بس هو بيقول لتكوني طالق ما هي بتقول لي ما هي هي ايه يا مولانا ما هو ده عليها الطلاق هي زي تكوني طالق هو ايه الفرق لا قد فيه فرق قلت زيك ايه اللي حاصل لابد ان احنا نسمع الزوج قال ايه عشان نقدر نجاوب عليه اجابة صحيحة لان احنا بنحتاط في الاعراض وكمان في الجناهات الاشياء اللي فيها جناية اللي اتنين بنحتاط فيهم جدا جدا عشان ده من اشد الاشياء في حياتنا اللي احنا لازم نقدسها ونحترمها وعشان كده خلي زوج حضرتك اتصل بينا السؤال التاني بيقول ايه انا والدي توفي من اسبوعين وفي شنطة مبلغ من المال ما عرفش كام لاني ما كنتش حابة افتحها حاليا بس حالا والدتي تعبت ودخلت المستشفى ومحتاجة فلوس وعملية هل ينفع اصرف الفلوس دي ولا لما تتأسم ولا استلف حالا ولا اعمل ايه السؤال بسيط اذا الناس الورثة اجازوا ان انتوا تاخدوا اللي في الشنطة تصرفوا بيها على والدتك خلاص يبقى لازم الايه الورثة يجيزوا ان الفلوس دي تتاخد تتصرف على والدتك لو ما اجازوش يبقى خلاص عناخد النصيب بعد ما نقسم الفلوس دي على الورثة لان هو ده الشرع لان الفلوس اللي كانت في الشنطة دي بمجرد وفاة والدك خلاص ما بقتش ملك والدك وخلاص انتقلت للورثة انتقلت للورثة بحاجة اسمها الخلافة خلفوه في ماله خلاص المال اللي كان عنده انتقل للورثة وبقى ملك للورثة عايزين نصرفها في علاج والدتك لازم الورثة اللي انتقلت الفلوس دي ليهم انهم ما يوافقوا على ان هي تروح كلها لولدتك ربنا يشفيها ان شاء الله ويجمع لها وان تمام الاجر والعافية يا سيادة احنا النهاردة تكلمنا عن حديث من أجل لاحديث وأنا بعتبروا ركن من أركان الحضارة وركن من أركان الوسع وركن من أركان محبة الله ورسول اللي هو حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة انشروا الطيبة في حياتكم وانشروا الطيب في حياتكم وجعلوا أعمالكم كلها تغمسوها في الجمال وفي الرحمة وفي الخير تطلع أعمال طيبة وتدخل في قولي تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يا رب اجعلنا من أهل الحياة الطيبة واجعلنا طيبين مع الطيبين وفي الطيبين واحشرنا يا رب ما أطيب الطيبين أب الطيب صلى الله عليه وآله وسلم وطيب أخلقنا وطيب وجهنا وطيب يا مولانا قلوبنا حتى تكون قلوبا مقبولة عندك يا طيب اقبل قلوبنا بأن تجعلها طيبة بنظرك إليها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين